لنقل أنه لدينا خطين هنا لنسمي هذا الخط AB أي أن A و B نقاط على هذا الخط ولنقل أن لدينا خط آخر هنا سوف نسميه CD يمر من خلال النقطة C ومن خلال النقطة D وهكذا إلى ما لا نهاية ولنفترض أن هذين الخطين نقعان على نفس المستوى وفي هذه الحالة الشاشة أو قطعة الورق ولا يتقاطعان أبدا فهما على نفس المستوى ولا يتقاطعان فإذا كانت هذه الفرضيات صحيحة بأنهما ليسا نفس الخطين ولا يتقاطعان وعلى نفس المستوى فنستطيع القول أنهما متوازيان يتحركان في نفس الاتجاه في الحقيقة نفس الاتجاه تماما فإذا نظرنا لهما من وجهة نظر الجبر فسنرى أن لهما نفس الميل ولكن يمران من نقاط مختلفة على محور Y إذا وضعناهما على محور الإحداثيات فسوف يقطعان نقاط مختلفة ولكن سوف يكون لهما نفس الميل ما أريد عمله هو معرفة علاقة الزوايا بالخطوط المتوازية فلدينا هنا خطان متوازيان فنستطيع القول أن الخط A B يوازي الخط C D يوازي الخط C D في الرسمات الهندسية يتم رسم سهم هنا للإشارة أنها خطوط متوازية وفي حالة تم استخدام السهم في مكان آخر يمكن رسم سهمين آخران الآن ما أريد عمله هو رسم خط آخر يقاطع هذا الخطان فهذا الخط يقطع كلاهما دعوني أرسمه أقرب من ذلك سوف أرسمه هنا وأسميه سوف أضع بعض النقاط هنا وأسميه L وهذا الخط الذي يقطع خطان متوازيان يسمى Transversal خط قاطع أي يقطع هذا الخطان المتوازيان Transversal ما أريد التفكير فيه هو الزوايا المتشكلة وعلاقتها ببعضها البعض الزوايا التي تشكلت على التقاطع بين الخط القاطع والخطان المتوازيان سوف نبدأ بالزاوية هنا الزوايا هنا ونستطيع تسميتها إذا وضعنا بعض التسميات للنقاط فستكون D وهذه النقطة وأي شيء آخر ونعلم أنها ستكون مساوية للزاوية المتقابلة معها بالرأس وهذه الزوايا المتقابلة بالرأس مع هذه فسوف تكون مساوية لها ونعلم أيضا أن هذه الزاوية الزاوية هنا تساوي الزاوية المتقابلة معها بالرأس أو الزاوية عكس التقاطع هذه مساوية لهذه في بعض المرات تحدد بهذا الشكل أي علامة الزاوية المزدوجة هكذا أو ممكن أن ترى أن هتان الزاويتان متساويتان وهتان الزاويتان متساويتان ويمكن عمل نفس التمرين هنا أيضا فهتان الزاويتان متساويتان وهتان الزاويتان متساويتان المشوق هنا هو التفكير في العلاقة بين الزوايا هنا هذه الزاوية والزاوية هنا هذه الزاوية إذا نظرت إليها جيدا فسوف تعرف ما هي هذه العلاقة فسوف تكونان نفس الزاوية بالضبط فإذا قصهما بالمنقلة فسوف تحصل على نفس القيمة لهما فإذا رسمت خطين متوازيين هنا سوف أرسمهما وإذا فرطت أنهما خطان متوازيان ولدي قاطع هنا ما أقوله أن هذه الزاوية سوف تكون نفس قياس هذه الزاوية تماما ولتوضيح ذلك تخيل إيمالة هذا الخط أو نرسم خط مختلف نفس حالة هذا الأول فإذا أخذنا هذا الخط ونظرنا هنا فمن الواضح أن هذه مساوية لهذه في الحقيقة لا يوجد إثبات لهذا ولكن هذا ما يسميه رياضيون واض بالحدث فإذا نظرت لهما فسوف تقول أنهتان الزاويتان متساويتان أو تستطيع قياسهما بالمنقلة إذا وضعت منقلة هنا فسوف تضع الطرف الأول على نقطة الصفر والطرف الآخر سوف يمثل هذه النقطة وإذا وضعت المنقلة هنا سوف يحصل نفس الشيء أحد الأطراف سوف يكون على هذا الخط والآخر سوف يؤشر على نفس النقطة من هنا نعلم أنه ليس فقط هذه الزاوية تساوي هذه ولكن أيضا تساوي الزاوية هنا وهذا يخبرنا أيضا أنها تساوي هذه الزاوية هنا إذا كل هذه الأشياء بالأخضر متساوية وبنفس الطريقة فهذه الزاوية سوف تكون نفس قياس هذه الزاوية وهي مساوية لهذه الزاوية لأنه متقابلة أو متقابلة بالرأس الشيء المهم الذي يمكن استنتاجه أن الزاوية المتقابلة بالرأس متساوية والزاوية المتناظرة على نفس نقطة التقاطع متساوية أيضا هذا مصطلح جديد سوف أشرحه هنا هذه الزاوية وهذه الزاوية هما زاويتان متناظرتان فهما يمثلان الزاوية العلوية اليمنى في هذا المثال عند تقاطعهما وهنا أعتقد أيضا الزاوية العلوية اليمنى أيضا من التقاطع وهذه سوف تكون الزاوية العلوية اليسرى والزاوية العلوية اليسرى دائما سوف تكون متساويتان زاويتان متناظرتان متساويتان وهذا واضح تماما الآن هناك بعض الكلمات سوف يراها البعض فقد أثبتنا أنه ليس فقط هذه الزاوية مساوية لهذه الزاوية ولكنها أيضا مساوية لهذه هنا وهتان الزاويتان دعوني أسميها البعض يستخدم الحروف الصغيرة لتسمية الزاوية نفسها فدعوني أسمي هذه A وهذه B وهذه C وهذه D ودعوني أسمي هذه E و F و G و H إذن نحن نعلم من الزاوية متقابلة بالرأس أن B تساوي C ونعلم أيضا أن B تساوي F لأنهما زاويتان متناظرتان F تساوي G وهكذا الزاوية المتقابلة بالرأس والزاوية المتناظرة متساوية وأيضا ترون B تساوي G فنقول أن الزاوية الداخلية المتبادلة هي متساوية فهم بداخل التقاطع بين الخطين ولكن على الطرفين المتعاكسين من التقاطع أنت غير مضطر الآن لمعرفة هذه الكلمة الزاوية الداخلية المتبادلة فقط عليك معرفة ما عملناه هنا أن الزاوية المتقابلة بالرأس متساوية والزاوية المتناظرة متساوية وسوف نرى ما هي الزاوية المتبادلة أنت تعلم أن A يجب أن تساوي D وهي تساوي H والتي تساوي E أراكم قريبا